موسيقى ما هو موقف الله من آلام البشرية؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد في البداية بحب أعبر لكل أحبائنا وإخوتنا في لبنان ربنا يعزيكم ربنا يشجعكم ومنصلي أن الحرب تتوقف وسفك الدماء كمان يوقف ومنصلي من أجل سلام المسيح يسود في قلوب العديدين وكما أذكر دائما لو الناس بتتبع تعليم يسوع كان إحنا عايشين في سماء على الأرض فباسمي وباسم خدمة نور لجميع الأمم وبرنامج ليكن نور بحب أقدم التعازي لكل أحبائنا اللي فقدوا أحباء على قلوبهم منصلي أنه رب يشجعكم منصلي أنه رب يحميكم ومنصلي أنه رب يسدد كل احتياج في حياتكم لشك طبعا إحنا عم نشوف أنه الشرق الأوسط في حالة غليان وطبعا في الأفق كأنه يعني لا يوجد حل وأكيد لا يوجد حل بشري ولكن في إله المتصلت الإله العلي متصلت في مملكة الناس وإنه كما هو مكتوب فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما فأنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة الخاصة حلقة مهمة جدا ولسيما في الأوضاع اللي منمر فيها ورح نلقي الضوء على هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلنا حبائنا مشاهدينا برحب فيكم مرة تانية أنتو بتشاهدوا برنامج ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة عن ما هو موقف الله من ألام البشرية وطبعا مين أفضل من الأخ إليا كريلوس اللي حدثنا ويكلمنا في هذا الموضوع الأخ إليا صديق أخ عزيز جدا خادم للإنجيل رجل الله وبزور حاليا معنا من مصر في برنامج ليكن نور أهلا وسهلا أخ إليا احنا فرحانين مرة تانية لك تكون معنا في هذا البرنامج فرحتي كبيرة أسيس نزار أتقابل مع أخي وصديق الغالي ولا سيامة معاكم مع البرنامج اللي الرب شرفني أخدم فيه من سنوات طويلة شكرا للدعوة الكريمة حبيبي طبعا إحنا لما نقول نقدم ضيف الحلقة إحنا ما منعتبرك ضيف شكرا لأنك واحد أنت جزء من هذه الحلقة صراحة أخ إليا طبعا تخادم متجول تخدم الرب في دول عديدة من العالم وأكيد أنت يعني بتسمع الأسئلة الكثيرة اللي بتطرحها الناس وكأنه الله يعني غايب عن مسرح الأحداث وكأنه الله يعني خلق الإنسان وترك الإنسان يتخبط في مجاهل والأصعب من هذا لما بتكون آلام شديدة وعزبات وأمور لا تطاق ولا تحتمل ولا سيمة الأمور اللي بتحدث حاليا في الشرق الأوسط ففي البداية يعني كتعريف عن الموضوع إيش رأيك باللي عم بيحدث في هذه الأيام في الأول أخ نزار قلبي متألم ومتوجع مع كل أحبائنا المتألمين في بلاد العالم ولسيما المتأثرين من أضرار الحروب المطرودين من ديارهم اللي اتفجرت بيوتهم اللي بيناموا في العراء الكواهل والعجايز في ظروف جوية صعبة مش لقين الأدوية والعلاج والأكل قلوبنا متألمة ونشعر بتعاطف معهم شديد ولسيما كمان إخوتنا والأحباء اللي مجربين من أمراض ومن ألام في كل بقاع العالم ومنين ما بروح أخي الفاضل بلاقي دايما السؤال بتسأله فين الله وليه الله ساكت على هذا الظلم وليه ساكت الله على هذه الأوضاع المقلوبة وأعتقد هذا السؤال مش جديد أعتقد سألو رجالات الله من بداية الكتاب المقدس فأول من سأل أعتقد جدعون عندما المديانيين أذلوا شعب الله قديما سأل جدعون ملاك الرب قال له إن كان الرب معنا فلماذا أصبتنا هذه الأمور وأين كل عجائبه أفتكر حبقوق ولو تسمح لي أقرأ بس أيتين كنت عاوز أقولك أننا فعلا فاتح على سفر القضاء أنه ظهر ملاك الرب لجدعون وقال له الرب معك يا جبار البأس طبعا كان رد جدعون أن كان الرب معنا فلماذا أصبتنا كل هذا السؤال طبعا البشري اللي الله بيسمح للتشويش هذه التساؤلات أين الله طبعا حبقوق كمان مش بس جدعون سأل نفس السؤال عندما قال لله وهو يتحدث إليه يقول له ألست حبقوق واحد اتناشر ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي وبعدين بيقول له عيناك أطهر من أن تنظراء الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حينما يبلع الشرير من هو أبر منه هذا هو سؤال الكثيرين والبعض يعتقد أن الله لا يهمه الله متجاهل الله بعيد والحقيقة أن الرب حنان ورحيم ورؤوف وطويل الروح حتى في سفر المزمير بتشوف هذا السؤال كمان بيتكرر في سفر المزمير يعني أين هو الله فإذا هذا سؤال البشرية المتألمة عبر العصور وعبر الأزمان أنه مش بس السؤال العادي مننا إحنا الأشخاص العاديين ولكن سؤال من رجالات الله العظماء في القديم يعني عم بيستغربوا من الأوضاع اللي عم بتصيروا وينك أنت يا رب يعني لماذا تسكت وبيزيد عليه كمان الشيطان يغذي التشكك في الله أيوة يعني هو دايما العدو قال عنه الكتاب يفسد سبل الله المستقيمة فبيحاول كمان يوجد شكاية على الله هو فين الرب الرب بيحبك هو الرب بيحب البشرية هكذا أحب الله العالم بجد ولو كان الله بيحب العالم ليه الله ساكت على هذه الأوضاع المقلوبة طبعا إحنا عاوزين نعالج هذا الموضوع يعني نلقي الضوء على هذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه بصراحة لا يمضي يوم إلا وأسأل هذا السؤال أحيانا بيكون الجواب صعب ولسيما أشخاص بتمر في ظروف قاهرة جدا لكن إحنا منعرف من كلمة الله أنه الله هو إله المحبة نعم هو إله صالح إله مكتوب أنه يعمل ويحول كل الأشياء للخير وأنا أكيد يعني الله في خطة أكبر دايما من اللي إحنا منشوفها في العين المجرد خليني يعني أوجه السؤال الأول له هل الله هو المسؤول أما يبالي بما يحدث للبشرية حاشة لله أن يكون مسؤول عن هذا الخراب والتشويش الموجود في الكون حاليا وأول نقطتين أحب أتحدث فيهم مع حضرتك الأمر الأولاني عندما عمل الله الكون والخليقة يتقال في الكتاب في سفر التكوين الصح واحد عبارتين تتكرر كثيرا إن ورأى الله أن كل ما عمل وإذ هو حسن وعندما خلق الإنسان أضاف الكتاب كلمة أنه حسن جدا إذن الله لم يخلق التشويش في سفر المزامير يتقال أخ نزار معظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآنة الأرض من غيناك السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يدي إذن الله لم يخلق شيئا رديا وحاشى لله أيضا أن يكون غير مبالي بما يحدث للبشرية فأقرأ عبارتين لو تسمح لي في مزمور مية واربعة يقول كتاب عن الله وعن أحشاء الرقيقة في مزمور مية واربعة عندما يقول عنه أنه في عدد كلها إياك تترجى كلها إياك تترجى لترضقها قوتها في حينها تعطيها فتلتقط تفتح يدك فتشبع خيرا الله يهم الخلائق حتى الخلائق العجماء يهتم بها ده مرة لما بعت يونان إلى نينوى في العراق وبعدين يونان كان عايز الدنيا تولع وربنا يحرق شر الناس وإلى آخره وبعدين ربنا يقول له أفل أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة اثنتين عشر ربوة لا يعرفوا يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة الله يهمه نعم في سفر الخروج أصح تلاتة عندما ظهر الرب في الموسى في العليقة يقول له كلمتين في منتهى الروعة خروج تلاتة وعدد سبعة يقول فقال الرب إني قد رأيتم ذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم أنا بس عايز أأكد إنه الله يبالي نعم ده هنقرأ بعد شوية عن الله يتقال عنه في سفر أشعياء في كل ضيقهم تضايق تضايق ومرة الرب بيقول للعروس النشيد في سفر نشيد الأنشاد حولي عني عيناكي لأنهما قد غلبتن لكن لا أرجو أن أحباء الأفاضل المشاهدين لا ينسوا أن الله لم يعدنا بحياة سهلة على الأرض الله لم يعدنا بحياة كلها وردية فالله المسيح يسوع قال قبل أن يذهب من هذا العالم في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم طيب جميل يعني إحنا شفنا أنه الله خلق الإنسان على صورته وخلق الخلائق وأنه شاف كل هذه الخلائق أنه حسن والإنسان حسن جدا وشفنا أنه الله بيهتم نعم أنه الله بهمه أمر البشرية طيب إذا الله بهمه البشرية السؤال اللي بعديه طب لماذا يعني كل يعني لماذا كل هذا الخراب كل هذا التشويج كل هذا الضمار الذي يحدث وعم نشوفه أمام عيوننا صحيح صحيح نغذب لبنان ناس كلها عايشة بسلام بأمان لبيوت كده طبعا لكن فجأة شفنا كل الناس بالعراء بيحتاجوا للقمة الخبز نعم وآتاني مرة أقول أولوبنا كمؤمنين وكخدام وكمسيحيين نتألم لكل متألم أيا كان جنسيته وأيا كان بلده وأيا كان شعوبه طبعا إحنا منحكي على الكل سواء فلسطيني يهودي لبناني صحيح بالنسبة للمؤمن المسيحي الكل يعني سواسيا طبعا إيه سبب الضمار دوت من كلمة الله نعرف أن هناك أسباب نعم وأرجو أننا لنضع رؤوسنا في الرمال لو تسمح لي عندي خمس أو ست إجابات أقول لماذا الخراب والضمار الموجود في الكون في كل مكان السبب الأولاني هو وجود الخطية عندما خلق الله آدم في الجنة قديما حطه في جنة رائعة يأكل ويتمتع بالحضور الإلهي لكن إيه اللي عمل الألأ والتشويش والمرض عندما دخلت الخطية والكتاب يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا كتاز الموت إلى جميع الناس وبعدما أخطأ آدم ربنا قال له الحكم دوت شوكا وحسكا تنبت لك الأرض وقال له حواء بالوجع تلدينا أولادا إذن سبب الضمار واحد الخطية رقم اثنين ابتعاد الإنسان عن الله ابتعاد الإنسان عن الله يعني في رسالة روميا أصحح واحد يقول لنا الكتاب وإذ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفاتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق هل الله قال للإنسان إقتل أخوك حاشا هل الله قال للإنسان فجر الآخر إطلاقا ده بالعكس جاء الرب يسوع المسيح إلى أرضنا ليقول أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم والصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لكم أفضل فإذا واضح أنه رسالة وإرسالية المسيح بعكس إرسالية الشيطان صحيح يبقى فيه سبب بين واحد دخول الخطية اتنين ابتعاد الإنسان عن الله عن الرب يسوع المسيح إله المحبة وعن طريق الله وعن طريق الله الإجابة الثالثة ليه برضو أنا بسأل ليه الخراب والضمار اللي موجود في الكون ثلاثة استسلام الإنسان لأفكار الشيطان الشيطان قيل عنه قال الرب يسوع المسيح الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك ومرة تاني قال المسيح عن هذا الشيطان ذاكا كان قتالا للناس من البدء يعني لما نقرأ عن أول أخوين موجودين في الخريقة كلها قيين وهبيل والرسول يحنى يقول عبارة رائعة في يحنى الأولى ثلاثة اتناشر يقول لنا كده ليس كما كان قيين من الشرير وذبح أخاه دبح أخاه لماذا يذبح الإنسان أخاه الآخر الإجابة لأنه من الشرير ويقول الكتاب ولماذا ذبحه لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت بارة استسلام الإنسان للشيطان بينما عندما يعطي الإنسان قلبه وحياته للرب يسوع المسيح يسكن المسيح في القلب بالروح القدس وعندما يسكن المسيح في القلب بالروح القدس تأتي ثمار الروح داخل الإنسان فيحب أحدنا الآخر أما ثمر الروح محبة فرح سلام شاول الترسوسي كان إرهابيا يقتل وينفس تهددا وقتلا عندما قابل يسوع المسيح هل تسمع عنه قتل واحد بعد هذه المقابلة إطلاقا لكن نقرأ عن شاول الترسوسي وهو لما أصبح بولس يقول كده من يعثر وأنا لا أعثر وانا أعثر من يضعف وأنا لا أضعف لا ألتهب ومرة تاني يقول كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل أنسبائي وأقربائي حسب الجسد أضيف سبب آخر واكتفي به أنا بقول النهاردة إيه أسباب الفوضى والدمار والدمار الموجودة في العالم أضيف سبب آخر واكتفي به التعاليم الدينية التي ليست من الله هناك تعاليم دينية موجودة في العالم تكفر الآخر وتحس الشخص أنه لابد أن يقتل الآخر اقتله اتبحه ضمره هذه التعاليم ليست من الله فالمسيح يسوع جاء لكي قال كده جئت لتكون لهم حياة وعندما يسكن المسيح أعطانا يا أخ نزار خدمة اسمها خدمة المصالحة يقول الكتاب وأعطانا خدمة المصالحة أي نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا طبعا هذا كتير كتير جميل فطبعا خليني أوجه السؤال بطريقة تانية طالما أنه العالم الأخلاقي في تدهور وطالما عم نشوف البشرية في انحدار ومنشوف الدمار والتشويش والفوضى وفعلا كأنه كل شيء يعني يعني فالت زمام الأمور لي الله لا يتدخل أن يوقف هذا الضمار سؤال رائع لا ننسى أنه أولا أنه لذال الله هو العلي المتسلط في مملكة الناس مملكة الناس لكن لا ننسى أن الله يحترم إرادة البشر يا أخ نزار صح فنحن موجودين الآن في زمن أستخدم تعبيرين كتابيين تعبير الأولاني نحن في زمن اسمه أزمنة الأمم وتعبير تاني اسمه يوم البشر إيه هو يوم البشر وأزمنة الأمم اللي فيه الناس بتعمل اللي هي عايزاه يقول لنا الكتاب في سفر أيوب فيقولون لله أبعد عننا وبمعرفة طرقك لا نصر الله لا يقتحم البشر لكن الله يحترم إرادة الناس عندما جاء المسيح متجسدا وقال لأرشاليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جنحيها وأنت لم تريدي إذن نحن في أزمنة اسمها أزمنة الأمم ويوم اسمه يوم البشر هذا اليوم الذي نعيش فيه الإنسان لا يريد الله على الإطلاق مع أنه مرات عاوزين الله يتدخل ويوقف هذا الانهيار أخلي بالك إحنا عايزين الله في مصلحتنا يعني واحد قال تعبير قال نعيش عيشة الغاني ونموت موتت لعازر يعني نعيش في اللي بدنا إياه نعيش في خطيانة نعيش بأفكارنا لكن عندما نحتاج إلى الله اتفضل تعالى أنت فين يا رب لكن إذا أردنا الله يتدخل في الحياة فلابد أن يكون هو السيد والملك على كل الحياة أضيف حاجة تاني كمان لماذا لا يتدخل الله هيجي اليوم دوت هيجي اليوم دوت قريب جدا عندما يسود المسيح يسوع على كل الكون وعلى كل الخريقة هذا اليوم لو تسمح لي أقرى بعض الآيات من سفر أشعياء أصحاح 11 عندما يأتي الرب يسوع المسيح كملك الملوك ورب الأرباب واحدة من النبوات التي تتكلم عن ملك المسيح الذي سيأتي قريبا لكي يقبض على الشيطان يلقيه في الهاوية ويبيض الأشرار من الأرض ويملك المسيح ويسود عصر السلام على كل الأرض تسمح لي أقرى أشعياء 11 ابتداء من عدد أربعة يتقال عن المسيح طب لو أقرى من الأول أصحاح ويخرج قضيبه من جزع يسه وينبط غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب يتكلم عن النبوة عن شخص المسيح روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب وبعدين عدد أربعة يقول بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيف فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه هيأتي المسيح في يوم جاي قريب المسيح له كل المجد سوف يبيض الشرير ويقضي للمساكين لمساكين الأرض ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض وبعدين يقول كلمة حلوة رائعة في نفس الأصحاح دوت عدد تسعة لا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب بس قبل ما يحصل كده يا أخ نزار لابد أن يأتي المسيح يخطف مؤمنيه الأول إلى السماء يأخذهم من هذا العالم الشرير وهذا هو الرجاء المبارك الذي ننتظره يأتي المسيح ونخطف معه الذي قال في بيت أبي منازل كثيرة وحتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيدي يأخذ المسيح كنست مؤمني بالدم إلى السماء ثم يقضي على الأشرار الذين في الأرض يقبض على الشيطان حسب رؤية عشرين ويلقي في الهاوية عندئذ يتم كلمات كلام الكتاب تمتلئ معرفة الرب في كل الأرض أمين 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 خلينا نأخذ فاصل قصير أخليا وبحب أعطي فرصة للمشاهدين يمكن أثار هذا الموضوع بعض التساؤلات في زهنك وإنت محتاج لقناعة يمكن أكثر فأنا بشجعك أنك تتواصل معنا فيك تتواصل على السوشيل ميديا وفيك تسأل هذه الأسئلة وبكل سرور منحب نرد عليك ولكن أهم شيء طالما بتشوف هذه الأحداث المفروض أن أتقدس أكثر وأرفع عيني للرب وأطلب الرب من كل قلبي سأعود بعد هذا الفاصل القصير حتى نستكمل الموضوع مع الأخ إليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا رح نواصل حديثنا مع الأخ إليا كارلوس عن موضوع في غاية الأهمية عن موقف الله من آلام البشرية طبعا تذكرت بعض الأسباب يعني في قبل الفاصل أنه يعني أنت عطيتنا الموجز الكامل أنه الله رح يدخل فأنه دائما تطلعاتنا تطلعات مستقبلية أنه فعلا يوم من الأيام الكنيسة رح تكون مع الرب يوم من الأيام رح يحط الشيطان في الهاوية في يوم من الأيام رح يكون ملك سلام وبر وفترة جميلة حلوة جدا جدا إيه مع الحاضر؟ هذا ليس معناه صحيح أن الرجاء المبارك يعلمنا أننا ننتظر المسيح يسوع آتيا ليأخذ مؤمني إلى السماء ويبدأ ملكه السعيد بعد ذلك على الأرض لكن عن الحاضر بحب مزمور واحد وتسعين اللي بيقول لأنه تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي يا دعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص يعني نعم الرجاء المبارك ننتظر مجيء المسيح لكن لا هذا ليس معناه أن ربنا ما يتدخل شيء أنه ما زال موجود في مصرح الأحداث ما زال وعلى فكرة لو لا أن الرب بيتدخل أنا وإنت وكنش موجودين لحد النهاردة صح يعني بحب صاحب المزمور لما قالي أخي سيس نزار لو لا الرب الذي كان لنا لابتلعونا أحياء أحياء يعني إحنا ليه موجودين لحد النهاردة وسط هذه الأسود الجائعة لأن الرب بيتدخل يعني في ترنيمة بتقول بركات الرب عدد شاكرا شاكرا إحنا دائما من ميل للأشياء السلبية اللي منشوفها كترة المقاس والمشاكل وطبيعتنا في الشرق الأوسط نميل إلى التشاؤم صحي ولكن إذا فكرنا في بركات الرب ومعاملات الرب وإحسنات الرب وهيك نبتدي نفكر ونهضمها راح تكون كتير يعني لا تحصى باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسنات هل الرب بتدخل حاليا نعم نعم يعني على سبيل المثال لو نفتكر مع بعض كيف أنقذ الرب الشعب قديما في أرض مصر كيف نجى الرب دانيال من جب الأسود كيف أنقذ الرب بطرس في سفر الأعمال من سيف هيرودس وأنقذه وضرب الرب هيرودس بالدود وصار الدود يأكله وهو حي الرب يتدخل نعم لكن لا ننسى أن الصورة العامة النهاردة الشيطان يغيث فثادا يعيث فثادا في كل الأرض والأرض سلمت للشرير حاليا لكننا ننتظر الرجاء المبارك قريبا جدا وإنني أنادي من على منبر هذا البرنامج لكل من يسمعنا وأنت ترى العالم منقلبا منقلبا أرجوك تعالى واحتمي في الرب يسوع المسيح المخلص الإلهي يعطيك حياة أبدية وتستعد لمجيء المسيح المبارك يوم أن يأتي المسيح ونتمتع بالقول الكتابي الحلو يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي في الأسبوع اللي مضى تصل أخ كان إرهابي فعلا كان إرهابي وكان بيقتل ودخل السجن وعم يعني من خلال اختباره طبعا في مراحل من معاملات الله معه ولكن الله حاوله من إرهابي شكرا درد إلى كارز بإنجيل المسيح ومش عاوز يوقف عاوز يضله يكرز ويحكي عن يسوع المسيح يمكن نظرتنا محدودة أن نشوف معاملات الله في هذه الأيام ولكن الله حتى بيعمل بالخفاء صحيح الأمور لا كنا نتوقعها ولا تخطر على البال الله بيعملها صحيح طيب هذا بيقودني لموضوع الحلقة أيو يعني كل هذا اللي ابتدناه كان حلو كتير ولكن السؤال ليش أقول سؤالي المليون دولار ولكن السؤال الأهم ما هو موقف الله من ألام البشرية ممكن أزيد جملة ولسيما المؤمنين ولسيما أطقياؤه العدو دائما الشيطان يريد أن يشوه صورة الله فهو مبرئ المذنب ومذنب البريئة لا ننسى أن الرب إلهنا إله محب وحب أرى بعض الآيات من مزمور 145 التي تتكلم عن حنان وأحشاء الرب إلهنا مزمور 145 عدد 14 يقول الرب عادد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعمله الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه وينجيهم الأول عايز أأكد على هذه الحقيقة التي يعلنها الكتاب والخليقة أن الرب حنان ورحيم ورؤوف ما موقف الرب من تجهة ألام البشرية ولسيام الأطقية اسمح لأقول نقطتين أو ثلاثة الأمر الأولاني يتألم ويتضايق نعم الرب كلي المشاعر اللي خلق العواطف الغارس الأذن ألا يسمع في سفر أشعياء تلاتة وستين عدد تسعة أحب هذه العبارة أسيس نزار يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضراته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة الرب يتضايق نعم لما تقرأ عن تاريخ الشعب في سفر القضاء يبتعدوا عن الرب يسلمهم للأعداء يصرخوا للرب يقول كده لأنه نفسه قد تضايقت من أجلهم الرب بيتألم الرب حنان ورحيم وأعظم دليل على محبة ومشاعر إلهنا صليب يسوع المسيح الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا لكن أضيف نقطة تانية المسيح يسوع ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة يقول عنه الكتاب في رسالة العبرانين أيتين في منتهى الروعة الآية الأولانية في عبرانين اتنين تمنتاشر والثانية في أصحاح أربعة عدد خمستاشر الأولى يقول عنه الكتاب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين الآية التانية اللي بتقولها حضرتك مظبوط قادر أن يرثي لضعفاتنا فالرب يسوع المسيح المتجسد الذي جاء إلى أرضنا ومات وقام والآن موجود في السماء يعمل عمل رائع اسمه رئيس الكهنة وإيه شغلة المسيح رئيس الكهنة أنه أولا يرثي لضعفاتنا يتعاطف توضح هالفكرة أكثر أخي لي يعني المسيح عندما كان هنا في الأرض إدانا مثال فعندما رأى مريم وأختها يبكيان لأجل أخيهما لعازر الذي مات رغم أن الرب يسوع المسيح القيامة هيقومه بعض لحظات أولئية لأسيس نظار لكن يقول الكتاب وبكى يسوع فهو يرثي يتعاطف يشاركنا ألامنا الرب يسوع المسيح يشعر بك يا من أنت مطرود من وطنك الرب يسوع المسيح يشعر بك يا من أنت مريض الكانسر والكلا والألام الجسدية الرب يسوع المسيح يشعر بك يا من أنت تعيش وحيدا لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين كتب واحد هذه الترنيمة رائعة قائلا هل صديق كيسوع قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين استفانوس شهيد المسيحية الأول كان يرجم أسيس نظار وهو يرجم ظهر له المسيح يقويه ويسنده ويشجعه وانت بتتكلم أنا فتحت على رسالة روميا إصحاح 8 آية 31 فماذا نقول لهذا إن كان الله معنا فمن علينا على طول آية 32 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء يعني الله لم يشفق على ابنه بذله كيف لا يهبنا معه واحد من الآيات اللي دائما بشجع فيها المتألمين وممكن يمكن تحب تعلق عليها في رسالة بولوس رسول إلى أهل غلاطية كنيسة غلاطية إصحاح 3 والجزء الثاني من الآية الأولى يقول رسول بولوس بوحي الروح القدس أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا فالسؤال كم من الألام اللي إحنا منمر فيها كم من العذاب ولم يشفق على ابنه وهون عم بيقول أنه يسوع رسم أمام عيونكم قد رسم يعني لما بتمر حتى ولو في أصعب الظروف خلي نصب عنيك يسوع المسيح مرسوم أمام عنيك كل الأمور ستهون ولسيما المسيح تحمل أشد العذابات صحيح عذاب الصليب يقول الكتاب نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فتخيل أنه أي موقف أنت بتمر فيه أي ظرف بتمر فيه يعني مهما كانت أحلك الظروف أصعب الأمور الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهابونا معه كل شيء ويسوع المرسوم أمام عينيك خلي هذا المنظر بهون بخفف عن آلامنا عن ضيقتنا ولسيما إحنا نتكلم على المؤمنين أخر صحيح صحيح برضو بأكد مرة تاني أنه أعظم دليل أن الله يشعر بنا أن الله نفسه جاء متجسدا إلى أرضنا ولماذا تجسد الله في المسيح يسوع يقول كاتب العبرانين أصحح 2 عدد 17 من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته فيه كل شيء المسيح يسوع الذي جاء إلى أرضنا وشاركنا في كل الألم يشعر بنا لقد عاش غريبا لقد عاش وحيدا لقد عاش فقيرا لقد عاش منبوذا وهو رب الحياة ورب السلام وعشان كده هو فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين الإنسان ما عنده عزر لأنه لو المسيح لم يتألم ودخل طبعا حياة البشرية وعاش كإنسان طبعا إنسان كامل بدون خطية شعر معنا رث معنا بكى معنا فرح معنا بعرسقانا إلى آخره صحيح فهو يعني فعلا نعتبره المثال الكامل لنا أضيف حاجة كمان تاني موقف الله من ألام المتألمين ولا سيام الأطقياء حلو أوي لما يقول عنه الكتاب أنه معه أنا في الضيق لم يعد الرب أننا سنعيش حياة وردية لكن وعد الرب أن يكون معنا في الضيق وأذكر العبارة الأخيرة التي ودع بها الرب يسوع المسيح تلميذ وعندما قال لهم وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر وعد أن العالم سيكون لنا فيه ضيق وعد أنهم يجلدوننا ويسلموننا وعد أن العالم سيكون مضطربا لكن وعد قائلا أنا معكم كل الأيام كمان لا أنسى أننا أضيف أمر في غاية الأهمية أساس نزار وهو أن الرب يتدخل في ظروف أطقياء ولكن بحكمة معينة الرب يعرف مرة قال واحد من المرنمين بحكمة يفعل وذا هو الأفضل الرب يعرف إمتى يمنع وإمتى يمنح وعندنا أشهر مثال بطرس ويعقوب دخل في يومين متقاربين السجن مش كده نعم وسمح الرب ليعقوب أن يقتل وتقطع رأسه من هيرودس وسمح الرب بعد كام يوم أن بطرس في ذات السجن الرب يبعث الملاك ويخرجه هيرودس أغرباس الأول في أعمال 12 صحيح عشان نميز بين هيرودس العائلة كاملة تمام هذا الرجل القاتل اللي من عائلة قاتلة كلها قاتلة فالرب بينجي لكن خلونا نثق في الحكمة الإلهية عشان كده قال واحد هذه التعبير الجميل الحلو المأعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت طيب نشكر نشكر رب أخي إلي يعني إحنا بعد حديثنا ما زال عن موقف الله من ألام البشرية خليني أسأل كمان سؤال هل في يوم من الأيام رح نرتاح رح نستريح من كل هذه التشويشات وكل اللي عم بيحصل في هذه الأيام كتابنا المقدس يقدم لنا الرجاء المبارك وهذا الرجاء المبارك مؤسس على موت وقيامة الرب يسوع المسيح عندما جاء المسيح إلى أرضنا وهو رب الحياة ورب السلام لم يسترح في هذه الأرض مع أنه كان في إمكانيته أن يعيش في أعظم القصور مستريحا لكن هو كان يعرف تماما أن هذه الأرض تخضع للشر والشرير ولم يأتي الوقت لكي يغير الأوضاع لكن جاء المسيح لكي يحرر من الخطية يحرر من قبضة إبليس ويعطي حياة أبادية وكل من نال الحياة الأبادية في صليب المسيح أعطاه الرب هذا الرجاء المبارك عندما قال في يحنى 14 في بيت أبي منازل كثيرة أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي وحتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا هذا اليوم السعيد الذي فيه ستستريح الكنيسة أولا ثم بعدها اسمع التعبير الحلو اللي جف رمية 8 الخليقة ستعتق من عبودية الفساد النهاردة الخليقة كلها تأن وتتمخط والخليقة كلها تحت سيادة الشيطان عبودية الفساد عمال يعربت في الأرض ويعمل أكرم عنده ولسيما يعلم أن له زمانا يسيرا لكن سيأتي يوما قريبا عندما يأتي المسيح يأخذ المؤمنين يحرر الخليقة يسود المسيح على الأرض ويعم السلام على كل الأرض اللي احنا موجودين فيها طبعا رح نتوسع أكتر بهذا الموضوع لكن اسمح لي أخد مكالمة من الأخت نهال الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على هوا سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالأخ المبارك إلي وبشكر الرب جدا من أجل كل كلمة بعتهلنا الرب على لسانكم عشان ناخد طمأنينة وتنزع كل خوف وقلق من جوانا بس ما خبش على حضراتكم بسبب الدمار الحاصل في العالم في ناس كتيرة مليانة بالحيرة والتساؤلات ومش قادرة توقف كلمة لماذا ومن كتر الحيرة دي وصلوا لدرجة الإلحاد فهم بيقولوا هو أنت يا رب مش ليك كل السلطان ليه مش بتمنع كل ده بقدرتك وسلطانك أنا عارفة أنه حضرتك لمست الحتة دي وقلت أنه بيحترم الله حرية الإنسان لكن المعارضين بيقولوا خلاص ما تقولوا النجبة أنه هو إله سلام ده هو إله في حف الحروب وأنا عارفة أن حضرتك يا أخي لي قلت أن السببب من أسباب الدمار هو الخطية واستسلام الإنسان لأفكار الشيطان عدو الخير لكن هذا لا يمنع أنه فيه ناس أبرياء بتروح في الرجلين فسؤالهم يعني ليه الله في قدرته ومعرفته بالناس ليه ما يبتش الأشرار بس ويخفز أولاده وما يحصل في العالم عموما حاليا أحد الكتاب كتب على الفيسبوك بيقول كده وخصوصا في أمريكا من فساد وضمار وأفكار مضلة وشرور يجب أن الله يحرقها ولو لم يحرق أمريكا فعليه الاعتذار لسدوم وعموره فإيه رأي حضرتك وآخر حاجة هل من الأفضل لنا أن إحنا في حالات معينة وأنا بقول في حالات معينة في ردودنا على الناس المتحيرة ديت إننا نقول لا نفهم الآن لكننا سنفهم فيما بعد لأنه ما أبعد أفكار الله عن أفكارنا وطرق الله عن طرقنا إيه رأي حضرتكم والربي باركم شكرا جزيلا أخت نهال يعني أنت ذكرت جزء من اللي هي تكلمت عن سؤال لماذا ولكن إذا بتحب يعني تريكاب هكا الفكرة اللي حكتها الأخت نهال أولا الله عنده أجندة مرتبة يعملها بحكمة يصنع هذه الأجندة علشان الله يتدخل ويسود على العالم كله ما ينفعش الله يتدخل ويميت الأشرار بينما بقية الناس عايشة في شرها وفسادها يبقى احنا عايزين الله للمصلحة بتاعتنا يا رب اتدخل موت لنا الأشرار وإيش في الأمراض بس احنا رحين نعيش بخطيانا زي ما احنا عايزين علشان الله يتدخل الله يتدخل بترتيب إلهي ايه هو الترتيب الإلهي سيأتي الرب من السماء يخطف المؤمنين تلاتة يقضي على الأشرار أربعة يطهر الأرض من المعاثر وجميع فعال الاسم خمسة رأيته سماء جديدة وأرضا جديدة عشان الله يتدخل في الصورة احنا عايزين ربنا يتدخل في جزئية معينة الجزئية المعينة يبيض الأشرار يخلص على الأشرار والمشاكل وينعيش في السلام طب وماذا عن بقية الناس اللي عايشة في الإدمان والنجاسة والبرنغرافي والمخدرات وا 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 لا احنا نعيش بمزاجنا بس يا رب تدخل وموت الأشرار ما ينفعش عندما يتدخل الله لابد أن يتدخل بترتيب إلهي أعلانه الكتاب المقدس يأتي من السماء يأخذ الكنيسة يخطف المؤمنين يبيض الأشرار يطهر الأرض ثم يسود على الرب وتمتلئ الأرض من معرفة الرب عندما نسأل خلي الناس تتوجه إلى الكلمة الله ونقول للرب احنا منتظرين الرجاء المبارك وإلى أن يأتي الرجاء المبارك يملأ الرب قلوبنا حالياً بالسلام السلام لا يسود على الأرض لكن السلام يملأ قلوب المؤمنين سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم في شيء تاني أخيلية ممكن بتحب تزيد عليه أنه إحنا كبشر نظرتنا محدودة نعم وإحنا منتعامل في نطاق الزمن والزمن بتاعنا يعني سبعين تمانين مئة سنة أيوة أوكي ولكن النظرة الأبدية الغير محدودة الله خارج نطاق الزمن صحيح ونخلي بالنا أنه هذه الحياة هي مؤقتة غربة قطار يسير إلى الأبدية ولكن إذا أنا مؤمن بالرب من خلال يسوع المسيح أنا بتنتظرني حياة أبدية بتبتدي على الأرض على فكرة أنه أنا إلي حياة أبدية ضمان الحياة الأبدية ولكن هذه الحياة الأبدية مليارات مليارات ومليارات ومليارات السنين فإحنا الميزان بتبعنا هو الميزان المحدود النظرة المحدودة مش النظرة الأبدية أو اللامحدودة للإله الغير محدود ونظرة الله كيف ممكن نوفق بين سيادة الله المطلقة مع حرية ومسؤولية الإنسان الإيمان يجعل الشخص يسلم لمن يقضي بعد فالإيمان يخليني لأنظر زي ما قال الرسول فكرون ستانية أساحة أربعة ونحن غير نظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية أرجو أحبائي أن لا نسجن ونحبس داخل إطار الزمن اللي إحنا موجودين في الصغير اللي قال عنه الكتاب أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن خلونا نفكر في المجد الأبدي الذي ينتظرنا وإن كنا لا نفهم الآن كل الأمور لكن دعونا نسلم لمن يقضي طيب يعني إحنا حكينا عن موضوع كتير كتير مهم عن موقف الله من ألام البشرية أنا ممكن أوجه سؤال ممكن يكون السؤال أخير بس نحاول نبلور عليه أكتر شوي بالدقائق المعدودة اللي معانا طيب إحنا موقفنا كمؤمنين إيه موقفنا من الأحداث من اللي عم بتصير من الأشياء التي تجرى سواء يعني الشر في كل مكان مش بس الغرب كمان الشرق عندنا أشر فالعالم كله وضع في الشرير ونظام العالم فاسد وقيم ونظام هذا العالم هو ضد نظام المسيح السؤال أنا موقفي إيه كمؤمن موقفنا من كل هذه الأحداث اللي عم بتدور حوالينا وعم نشوفها أمام عيوننا أحاول أجاوب بسرعة ونوقتنا بيجري نعارف الأمر الأولاني استعد للقاء إلهك أمين كيف كخاطي الآن أرى الدنيا بتتضمر وممكن حياتي أنا شخصيا تنتهي في أي لحظة استعد للأبدية ممكن أغمض عيني أصل الأبدية أين ستكون في الأبدية لذلك أدعوك يا من تسمع وتشاهد الآن تعال إلى الرب يسوع المسيح المخلص يطهر قلبك وحياتك بدمه الكريم ويعطيك حياة أبدية وأشجع كل المؤمنين أن لنا نغمس في العالم وأحداثه ومشاكله لكن دعونا نستعد مثل العذارة الحاكمات نقوم نشعل مصابيحنا ونضيء في هذا العالم ونستعد لمجيء العريس رقم اثنين يقول الكتاب ما ترأيتم كل هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب أخواتي الأحباء أن الصوت ينادي بأعلى صوت العريس مقبل اخرجنا إلى لقاءه دعونا نستعد لمجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد رقم ثلاثة يقول لنا الكتاب رائع جدا أن يكون عندنا صبر الرجاء حلوة أوي يقول لنا الكتاب عن هذا الصبر الحلوة أوي أنكم تحتاجون إلى صبر المسيح عندما نرى كل هذه الأشياء دعونا نتحلى بصبر اسمه صبر المسيح ونحن ننتظر مجيء الرب يسوع المسيح يحن قال أنا أخوكم وشريككم في ملكوت اليسوع المسيح وصبره رابع حاجة حلوة أوي أن نكرز بالمسيح لكل العالم الذي حولنا الناس حولنا تموت أرجو أن ننخرط في الأمور السياسية ونحن نحب كل الشعوب نصلي لأجل كل الشعوب نصلي لأجل سلام الله يسود العالم كله لكن دعونا بمحبة نكون نقدم رسالة المسيح المخلص لكل الناس نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا أخي ليا طبعا إحنا حكينا عن موضوع كتير كتير مهم ولكن حقيقة أنه عم نشوف سواء في الغرب سواء في الشرق كل هذه التحديات أمامنا لو عاوزين أنه نجمل أو نلخص هذا الموضوع في دقيقتين إيه اللي ممكن إحنا نوصله من خلال اللي تكلمت عنه أنه موقف الله من ألام البشرية الله المحب يحب كل البشرية هكذا أحب الله العالم الله يريد خلاص وسلام البشرية وأعظم دليل أنه يحب ويريد سلام البشرية أرسل ابنه متجسدا ليعطي حياة أبدية لكل البشرية الآن العالم كله منقلبا لأنه يتبع الشيطان الشرير لذلك الله المحب ينادي على كل شخص الآن تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم أوعد صدق كذبة الشيطان أن الله لا يبالي بالعكس الله يحبك ويحب كل البشرية ويتألم لألامنا ويقدم رسالة الحياة ونداء الإنجيل لكل من يقبل إليه أشجعك أن تأتي وتحتمي في صليب المسيح تنال حياة أبدية وتستعد للحظة السعيدة التي قريبا ستتم بمجيء الرب يسوع المسيح أمين 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 شكرا جزيلا أخ إليا شكرا ربنا يباركك ويبارك خدمتك ودائما منحب نشوفك معنا في هذا البرنامج شكرا لدعوتك الكريمة أسيس نزعر وربنا يستخدمك أحبائي نحتاج إلى حكمة سماوية مش كل شيء رح نفهمه في هذه الحياة ولا أنه أدعي الفهم الكامل في هذا الموضوع ولكن أقول أحبائي ثق بمحبة الله ثق بصلاح الله ثق أن الله معك حتى في وسط أتون النار كما كان مع الفتية العبرانيين الثلاثة في أيام دانيال في سفر دانيال ثق أنه كما مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنى الخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصدهم ثق أنه الله بهم أمرك أحيانا يقول الكتاب أضيق عليهم لكي يشعروا إذا الإنسان ركب زمام يعني أمره وفلتت الأمور معاه وعاوز يعيش لشهواته عاوز يعيش لذاته وعاوز كما قال أيوب في القديم أو في سفر أيوب أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر عم ترفض الله عم بتمارس كل أنواع الخطية وعم ترفض الله الله في يعني بعد ما أعطاك الإنذارات الكثيرة ممكن يسلمك أو يسلمنا ما يسمى إلى ذهن مرفوض لأنه خلاص الإنسان يصل إلى حالة التقصي بيفقد الحس أو الحساسية ولكن من نعم الله أنه أرسل الروح القدس فالروح القدس هو اللي بعزي هو الملازم ولكن في نفس الوقت هو الذي يبكت أيضا على خطية فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم نعم قال يسوع مش وعد بطريق مفروش بالورود قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم نحن في حمى إله منتصر الرب يسوع الذي جرد الرياسات والسلاطين الإله الظافر المنتصر الذي هزم الموت وصرع أهوال الجحيم وهو الإله الحي الذي قام من بين الأموات ووعدوا أنه معنا إلى أبد أو معنا إلى مجيء ثانية ومعنا حتى يقودنا في غربة هذه البرية لا ولن يتركنا هذا بيقودني إلى مسؤولية مهمة جدا علي أن أعترف بخطيتي أن أتوب عنها وأتركها أن أرجع إلى الله الإله الحي وكلمات بسيطة هي أربع كلمات اللهم ارحمني أنا الخاطئ توج يسوع على قلبك وحياتك رب ومخلص وهو يأتي إلى حياتك من الأسهل تعيش مع يسوع حتى في الوسط المصاعب منك تعيش بنفسك وبقوتك الذاتية ربنا يباركك ترجمة نانسي قنقر